في علام لفنا الثاني الآن فقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران مؤكدا أنها ستحافظ على حرية التصرف ضد البرنامج النووي سواء وقع الاتفاق أم لم يوقع جاء كلامه أثناء جلسة للحكومة الإسرائيلية قال فيها بنت أن الاتفاق النووي مع إيران لن يفضي إلى استقرار المنطقة وأنها ستدفع إزاء هذا الاتفاق ثمنا باهضا على حد تعبيره ووجه بنت الاتهام إلى إيران مشيرا إلى أنها عززت عدوانيتها وتعمل على زعزعة استقرارها المرة تلو الأخرى قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الخطوة الأمريكية الأخيرة بشأن إعادة العمل بإعفاءات تتعلق ببرنامج إيران النووي جيدة لكنها متزال حبرا على ورق وفق تعبيره حتى اللحظة لم يجلس الوفدان الإيراني والأمريكي بشكل مباشر علنا مع بعضهما لكن مفاوضات فيينا مستمرة والرسائل بين طهران وواشنطن مستمرة أيضا عبر الوسطى يتفق المشاركون في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي جميعا على أنها وصلت مرحلة هامة تقدمها طفيف ويحتاج إلى قرار سياسيا من واشنطن تقول طهران فيما يطالبها آخرون باتخاذ قرارها السياسي أيضا وبين هذا وذاك يبدو أن رفع العقوبات عمليا هو المفتاح لحل العقد برأي طهران لم نتلقى أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة الأمريكية المباحثات النووية مبنية على أساس تبادل وجهات النظر ولا نسعى لاتفاق المؤقت بل يهمنا ترجمة الإجراءات الأمريكية عمليا تقنيا تتمسك إيران بخطوطها الحمر خطوط يختصر حدودها أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقول إن أي اتفاق يجب أن لا يقيد تطوير برنامج إيران النووي فضلا عن ضرورة تحقيقه الفائدة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقق من قبل إيران حسب تعبيره الطرف المقابل يطالب بأمور لم يشر إليها الاتفاق النووي حول أجهزة الطرد المتطورة رغم أنهم لا يرغبون بالعودة إلى التجاماتهم بالكامل بشأن رفع العقوبات وهذا يعني عدم التوازن يدفع الجميع إذن لإنجاح مفاوضات فيينا إقليميا ودوليا حراك دبلوماسي حول أكثر من ملف بين طهران وواشنطن لإحياء اتفاق يعتقد كثيرون أنه لا بديل عنه حتى الآن في الربع ساعة الأخيرة لمفاوضات فيينا تتشابك خيوط الدبلوماسية يتمسك كل طرف بموقفه ويرمي بأوراقه على الطاولة ورغم تعقيد المشهد يأمل الجميع بأن يتم توصل إلى اتفاق يحقق معادلة رابح رابح كما تحققت قبل أعوام عندما أنجز الاتفاق النووي حاسم كلاس العربي من طهران انضم لنا الآن مختار حداد رئيس تحريج جريدة الوفاق سيد مختار مساء الخير هذا التشكيك المتواصل من قبل طهران في نية الولايات المتحدة فأي خطوة تقدم عليه حتى وإن كانت خطوة إيجابية باعتراف المسؤولين الإيرانيين ألا يشكل عائقا حقيقيا أمام التوصل أصلا إلى هذا الاتفاق وربما حتى يشكك في نية طهران التوصل إلى نهاية لهذه المفاوضات تحية لكم ولمشاهديكم في الحقيقة عندما تحدث السيد أمير عبداللهيان هو قال أي خطوة إيجابية ولكن هذه الخطوة لم تكن خطوة مهمة أصلا من الأساس وحتى هنا يعتبرها الكثير هي مجرد تمثيلية أمريكية هناك تقول الولايات المتحدة مناحت الفرصة أو رفعت عقوبات يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل في محطة بوشير وأراك وهذا ليس خطوة مهمة أصلا من الأساس إيران هي الآن تقوم بتطوير برنامجها النووي وصلا ليس بحاجة حضور شركات أجنبية الآن في مثل هذا البرنامج وهذا صلا لا يؤثر على الاقتصاد الإيراني إيران يهمها رفع العقوبات يعني العقوبات التي ألغيت بموجب اتفاق عام 2015 وتم عادتها وبعد ذلك بني نظام عقوبات من أجل عرقلة تلك العقوبات حتى إذا تم إلغاوه من جانب أي إدارة أمريكية في عالم الدبلوماسي في مجال الدبلوماسي كل تصريح إيجابية أو كلمة إيجابية واحدة تعني الكثير وقد تكون المفتاح إلى الحل النهائي يعني الآن إذا واشنطن تقدمت قيد أنمولة سنتمتر إلى الأمام باتجاه تهران يفترض أن يكون التصرف الإيراني بنفس المقابلة يتقدم بسنتمتر باتجاه واشنطن وليس التشكيك في أي خطوة تقوم بها والتقليل من أهميتها أصلا إيران تقدمت حتى الآن خطوات أكثر يعني عندما قبلت أن تحضر هذه المفاوضات في الوقت الذي الولايات المنتهكة هي يعني الولايات المتحدة هي الذي انتهكت الاتفاق هي التي سببت هذه الأزمة هي التي سببت هذه المشكلة الكبيرة وبالرغم من ذلك إيران وافقت بأن تأتي وتعود إلى طاولة المفاوضات وتمنح فرصة مجددة للإدارة الأمريكية لكي تعود إلى الاتفاق الناوي يعني خطوات إيران كانت أكبر والخطوة الأمريكية يعني هي لم تكن خطوة مهمة أو كبيرة جدا الولايات المتحدة حتى إذا رفعت العقوبات ورفعت العقوبات كاملة هناك الآن توجد مشكلة في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة وموضوع الضمانات وهذا لم تقبل به حتى الآن الولايات المتحدة وصلا ليس لديها الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه المشكلة يعني الآن بايدن عاد إلى الاتفاق الناوي وجاء رئيس أمريكي قادم يعني ماذا سيحصل سنعود إلى نقطة الصفر وهذه هي المشكلة في المفاوضات يعني مثل هذه الخطوات لن يكون لديها ذلك التأثير الكبير وهناك نقطة أخرى في هذه المرحلة رأينا أن الجانب الأوروبي للأسف الشديد فقد يعني لم حضر بدون أي مبادرات ووصل إلى مرحلة فقد يصدر البيانات أو يصدر التصريحات من دون أي مبادرات عملية لتمضي هذه المفاوضات خطوة إلى الأمام ولكن بالرغم من ذلك المفاوضات مستمرة لم تصل إلى طريق مسدود وأنا أعتقد يعني الولايات المتحدة هي كذلك بحاجة إلى حل هذه المشكلة لأنه أعتقد هي لديها الآن أولويات أخرى خاصة المشكلة الموجودة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد في نهاية المفاوضة يعني هذا الطريق إذا الولايات المتحدة اتخذت قرارها السياسي يعني سنصل إلى حال وحتى الآن كما ذكت لم نصل إلى الطريق المسدود كل هذا والتهديدات الإسرائيلية قائمة وقد استمعت بالتأكيد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم سواء إذا توصل الطريق إلى اتفاق أو لم تتوصل إليه نعم يعني تهديدات الإسرائيليين ومسؤولية الكيان الصهيونية هي ليست جديدة يعني حتى عندما إيران كانت تتفاوض مع إدارة أوباما يعني الإدارة الصهيونية في تلك الفترة كانت تريد تعرقل تلك المفاوضات هذه تهديدات مستمرة أنا أعتقد يعني معظم هذه التهديدات هي تأتي في إطار الحرب النفسية يعني كيان الصهيوني يعيش على استمرار ووجود الأزمات في هذه المنطقة وهذا أمر معروف لكي يبعد الأنظار عن نفسه بسبب المشاكل الذي يخلقه هذا الكيان في المنطقة ولكن في نهاية المطافة لا أعتقد هذا الكيان يستطيع أن يؤثر ذلك التأثير الكبير يعني رأينا في عام 2015 بالرغم من مساعي الكيان الصهيوني تم التوصل إلى اتفاق والاتفاق تم التوقيع عليه وفي هذه المرحلة يعني هذه التهديدات هي تكون مجرد تهديدات وحتى إذا قاموا ببعض العمليات هناك كانت ردود إيراني وهم يعرفوا يعني ما كانت هذه الردود شكرا جزيلا لك مختار حداد رئيس تحرير جريدة الوفاق من طهران شكرا جزيلا لك